لما نيجي ناخد مثال تعالى نبتدي بمثال بسيط اول اول كي نفس الشالية اللي احنا عملناه في المعماري قبل كده وعملناه في الانشاء الاسكليتون حاليا هنا في عندنا كام سلمة تلات سلمات يعني ارضية الشالية اعلى من الشارع بقى ايه تلاتة في خمستاش اللي هو ارتفاع الايما يبقى خمسة اربعين سنتي ده كده بلان معماري لو احنا عايزين نحوله لبلان انشائي بس زي ما قلنا يفرق ايه فكره انه ولا اي حاجة هنهشر الحوائط مش هشيل اي حاجة طيع هنا مفيش بقى اللي عم دام في الكورنر ولا كاميرات ولا اي حاجة هنا كل هتعمله هتهشر الحوائط ومكان كل فتح الباب او شباك حباين العتب بس مش اكتر من كده ايه الابعاد اللي تضحط تخنات البلطات لكن مفيش بيو تي للكاميرات لما تيجي ترسم كروس سكشن مثلا كروس سكشن اي 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 لو تاخد بالك قطعين في ايه هنا كان دي حيطة ودي حيطة وده شباك او حيطة فيها شباك يعني كالعادة هرسم من فوق لتحت اول حاجة زي ما قلنا اتعطف البلطة فوق في البلطة كلها هتتخشر خلاص انا مسأل لها اطعيم في كام حيطة زي ما قلنا هنا هتبقى حيطة مصمطة هنا حيطة مصمطة هنا حيطة فيها شباك الحيطة اللي عالمين تحت البلطة هيبقى فيه مخد التحميل وتحتيها طوب لحد منسوب ارضية الشلي وبعدين هيكمل لحد منسوب الزيرو بتاع الشارع وبعدين قصة الردم لحد الاعداء وفيه درسم الاعداء خلاصة المسلحة والعدائي الحيطة اللي في النص نفس التفصيلة بالزبط هيبقى فيه برضو عندنا ايه مخدة وحيطة لحد ارضية الشلي وبعدين تكمل لحد الشارع من قصة الردم وبعدين ترسم الاوعات الحيطة التالتة اللي هي فيها شباك هيبقى فيه عندنا ايه مخدة وبعدين هيبقى فيه شوية طوب وعاتب الشباك وبعدين الشباك وبعدين فاكر جلسة الشباك اللي هي بيارتفح في حدود متر وبعدين توصل لقصة الرجل وترسم القواعد دي كده الحاجات اللي احنا قطعين فيها لكن انا شايف ايه قدامي يعني الحيطة اللي قدامي دي اللي متلونة دي مش دي تعتبر الحيطة اللي قدامنا هنا والحيطة المعمولة بالاخضر دي اللي هي الحيطة اللي هي فيها بابين اول حيطة اللي على الشمال دي كان حيطة مسمطة ما فيهاش اي فتحات يبقى انا مفروض اعمل ليه لو تفتكر هرسم خط فوق فاكن انا دا مقصوب بي مخادة التحميل بتاع الحيطة اللي قدامي وبعدين مفيش اي فتحات يبقى تحت هنعمل دليل مباني وخلاص انا مسلحة وخلاص انا عدد الحيطة التانية اللي هينا لو تفتكر كان فيها فتحتين باب يبقى أنا مفروب برضو فوق هاعب المخادة التحميل وبعدين هرسن البابين اللي هو بارتفاع كام 2 متر وعشرين وعرض الباب في حدود ده مثلا 90 سنتي عشان ده كان باب الشليه وده 70 سنتي عشان كان باب حمام مش مشكلة التفاصيل دي فوق البواب دي هايباني ايه كمان زي ما قلنا هايباني عندنا العتب واخد بالك الحطة اللي ورا مش هبينها من فتحة الباب ما بنبينهاش وتحت هبقى في عندنا دليل مباني وخرسان مسلحة وخرسان عدال البلان بتاع الاواعد فكين قلنا نفس البلان الانشائي بالزبط بس الفرق ان احنا عشان قطعين تحت الارض في قصة تيران ففيش اي فتحات فانت هتحشر الحطان كلها من غير اي فويلس وزي ما قلنا عرض الحطان دي 25 سنتي عشان نرسم الاواعد المسلحة هاجي يمين وشمال كل حيطة اعمل خطين على بعد كام وكام 30 و30 ونحية التانية نفس الكلام دي الاواعدة المسلحة وزي ما قلنا قاعدة مسلحة تخشف بعضها فابتدى يقفل قاعدة مسلحة كلها مع بعضها طبعا الكلام ده هيتعمل مع كل الحوائط هتيجي مرة تانية تعمل الخرصان العادية برضو على بعد 30 و30 هنا و30 و30 هنا وبرضو يبتدوا يتقفلوا مع بعض بالمنظر ده طبعا كمية مستطيلات كتيرة جدا هتلاقييني التاني انا في الورق عامل ايه وانت مش هتعمل كده طبعا وانت بترسم في اللوحة ان انا روح تجاي ملون بس الاواعدة المسلحة بلون والاواعدة العادية بلون تانية عشان بس ابين شوية وستيل مش باينة برضو او لكن انت طبعا مفروط هتعمل الكلام ده من غير الوقت اشتركوا في القناة